السلام عليكم نضع المنزل اضفن أخضر أضافتين حتتين سبايسي عصير ليمون ليمونة مقطعة طرنشوت هقفل عليهم كده واضربهم شوية كمون كصبرة نشفة ملح فلفل اسود طوم أربع فصوص طوم نتبل السردينة شوفوا لونها من جوه جميل ازاي حضراتكم لازم اتبلها كويس قوي كده لان السردينة تحب تتحيق تبقى التدبيلة بتاعتها جميلة متبهرة حلو انا اتبلت السردينة وجهزتها هرسها في البايركسة بتاعتها اللي عند خلا فيها الفرن هحط بصل تحتها كده هحط هحط شوية توابل المفرومة معايا كده هحطيت طماطم وفلفل هحطيها رشة زيت على الوش كده لمون على الوش ترنشات كده هنحطها في الفرن لمدة نص ساعة تحت درجة حرارة متين بكده حضراتكو خلصنا سنية السردين بالبطاطس بألفانة وشفا مع تحياتي عبد سعيد كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم